أزمة الاقتصاد الوطني وفرص توجهه نحو الانفتاح وخلق الثروة لتجاوز مرحلة الريعة ظلت منذ سنوات من صميم اهتمام العديد من الخبراء والاقتصاديين الذين يراهنون على ما يسمى بالاستدامة وحكمت الاقتصاد المبني على فرص أكبر في الانتاج والرفع من نسبة النمو العقيدة الاقتصادية الجديدة التي نريد أن تجدل بها نموذج النمو هي عقيدة مبنية على الأمل يعني اسبواغ بعناصر الأمل اللي هي توازن الأسواق توازن الاقتصادي اللي هي النجاعة والفعالية في السياسات الاقتصادية اللي هي تعدد المنافذ يعني التنوع وتنوع الاقتصاد النموذج النمو الجديد نموذج مبني على رقم يتراوح ما بين 7% إلى 10% ولكن بشكل مستديم نحن الآن في أقل من 4% ننتقل من 7% إلى 10% بشكل مستديم بمعنى آخر الانتقال من فكرة التنمية إلى فكرة النمو أرباب الأعمال ورجاله لطالما كان لهم دور في عملية دفع عجلة الاقتصاد الوطني فمنتدى رؤساء المؤسسات أصبح في الآونة الأخيرة تحت دائرة الضوء نظرا لقربه اللامحدود من الجهاز التنفيذية نظرا لنا أجيز على المحاولين التي نهstormتها لهم تقرير تانا والللابدوية مع 50أسعات مؤسسات لتع достижى لتصفل إلى أيضًاً أننا أسمع إلى خالف وإنًا أعطارنا براية عجلة في نظرا لنا من زماناتات والحق الحمد لله احنا للان عندنا يعني مع الحكومة ونا ينتري بوني كوت وكان بعض من الاقتراحات صبناهم في الالواة وطبق المرحلة المقبلة جد مهمة بالنسبة لحكومة الوزير الأول سلال التي تعول على العديد من العوامل لسد الثغرات الاقتصادية التي تسبب فيها انهيار سعر برميل الذهب الأسود منذ أكتوبر الفارض في الأسواق العالمية والاعتماد على سياسة التقشف التي تبقى تسجل في خانة المرفوضة وسط عموم المواطنين